ما لم تحققه إيران بسطوة السلاح خلال عقد منصر ها هي اليوم تسعى لتحقيقه عن طريق استهداف المستقبل أي الأطفال الذين لم تنفك إيران وميليشياتها عن سعيها لتشييع أكبر عدد ممكن منهم وإلحاق آخرين بما يسمى كشافة المهدي من أجل غسيل عقول هؤلاء الأطفال فكيف سيكون المشهد بعد سنوات إذا ما استمرت إيران بمخططها دون رادع حصلت شبكة فورات بوست على مقاطع مصورة في ريف دمشق تظهر كيف تحاول إيران وأذرعها استقطاب الأطفال في المنطقة بالمال ومن المعروف أن سكان المنطقة يعانون من الفقر المتقع وعلى هذا الوتر تحديدا تعزف إيران الأمر يبدأ عند قبول الطفل هذا المال لأول مرة حتى يجد نفسه منخرطا في المواكب واللاطميات فورات بوست رصدت هذه الحالة في عدد من المناطق السورية منها ديرزور التي تحوي أكثر من مركز استقطاب طائفي يستهدف أطفال المحافظة وريف دمشق الذي تظهر هذه المقاطع بشاعة استغلال الأطفال فيه وعدد آخر من المناطق الخاضعة لسطوة الميليشيات الإيرانية جيل بأسره يتم تحضيره وشحنه طائفيا لكي يكون عدو السوريين في المستقبل مستقبلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر